في المحاضرة دي ان شاء الله نتكلم على الامج سيجمنتيشن الامج سيجمنتيشن طبعا ممكن يبقى لا اكتر من التعريف بس هو المعنى البديهي لها هو اننا ببقى عندي امج ببقى عايزة احصل على كل الامجز اللي هي شبه بعض فممكن يعني بعمل كنتور كده حوالين الامجز خلي شوف صورة احسن يعني مثلا ممكن يبقى عندي حاجة زي كده ببقى عايزة اعمل باوندري حوالين الابجيكت لان انا شايفة ان اللون الاقدر ده مختلف عن كل الباكراوند او ان هو عبارة عن ابجيكت ورقة شجر مثلا بعمل سيجمنتيشن يعني بقطعه او ان انا بغض هو الواحده في صورة الواحده عندي مثلا الطائر ده ممكن اخضه لوحده وهكاس ده معنى السيجمنتيشن فممكن نعرف السيجمنتيشن باكتر من التعريف بس هو ده معنى ضيبني يعني ان انا وطيبر التعريف انا عندي امينش وعايزة احصل على الريجون زي اللي هي شبه بعض طيب الامتة او امتة او امتة سيجمنتيشن دي بعملها امتة يعني وانا كن معمل ايه اثناء وانت بتعمل بتر النجوميشن يفضل تعمل سيجمنتيشن الاول لتعدي بالبروسوس بتاع امش سيجمنتيشن وبعدين بتكمل السيكة بتاع باتر نجوميشن ازاي بعمل امش سيجمنتيشن بعدين بعمل بعدين بعمل دلوقتي خلينا مثلا نفترض ان انا عندي صورة وفيها مثلا اه 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 وفيها الفيس بتاع شخص الفيس بتاع شخص او 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 ومعلومات تانية او 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 Wait او 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 لو كان التاسك بتاعتي هو ان انا عايزة اعرف دي الصورة دي صورة مين الواجه دها واجه مين فان Kendra اعدل اول بس بستيب اسمها وهو ان انا اعمل بتاع الفيس بحيس الصورة بتحتي بقى فيها فايس بس اللي هو الدايرة دي دي بس وبعد كده ممكن بقى اطلع فيشرز خاصة بالفيس لو انا شغالها بالمشوز بتاعت تقول مثلا الارية بتاعت العين ايه الماسفة بين الحاجبين ايه الماسفة بين التوليبس ايه وهكذا دي اسمها فيتشرز وبعدين بتدخل الحاجات دي على الكلسفير طيب لو انا ما كنتش عملت الستيب بتاع الامج سيجمنتيشن كنت انا هعرف ازاي اجيب الارية بتاعت اللبس او الارية بتاعت الكذا هعرفها ازاي اذا كان انا عندي الوبجيكت ممكن انه شخص يكون لبس بانطالون ممكن يكون ماسك تليفون ممكن يكون حاج كتير فانا اعرف ما كان العين منين فلازم اعمل اول امج سيجمنتيشن يعني اسيجمنت الريجون بتاع الفيس وهي دي اللي بدأ ان انا اشتغل عليه فهنا بتيجي فكرة الامج سيجمنتيشن ده الكور بتاع الطوبك ده يعني فبنعمل امج سيجمنتيشن با اكستراكت الريجون اللي انا مهتمة بيها وبعد كده بعمل فيتشر اكستراكشن بطلع في الاخر فيتشر فيكتور والفيتشر فيكتور اللي بدخله على كلاسفكيشن ستيب بعدين بطلع لي اوبجيكت طيب او بيقول لي وفي الاخر ان ده عبارة عن مثلا سورة احمد او سورة محمد او سورة وديفر يعني فما كنتش اعرف اعرف ان هي طبعا اني كلاس الا اذا كنت انا اصلا عملت سيجمنتيشن وسهلت الدنيا علي بحيث ان انا اريموف كل الباكراوند لان هي انا هشتغل عليها وضيع وقت وضيع تايم او حاجات كتيرة وهي اصلا حاجات مش دخلة معايا في الكرار يعني لو انا عايز اقرر ان الصورة اللي موجودة دي في ان الشخص اللي موجود في الصورة ده صورة احمد مثلا فهو ماسك تليفون ايه او بانطلون ايه او باكراون دايما شيفر معايا دايما بيفرق معايا رجون بتاعت الخزبس فهي دي الفكرة يعني طيب فعالتا ما الامس تيجمنتيشن بيتم استخدامها في السايكل بتاعت الباتر تيجمنتيشن وبيتم اتعاملها كأنها بري بروسيسنج استبقي يعني استبقي بري بروسيسنج يعني فيز يعني بتعملها كحاجات بدائية للتعامل مع الصورة وبعدين تبدأ بقت تشتغل في السايكل بتاع الباتر تيجمنتيشن الهدف من الامس تيجمنتيشن هو زي ما قلنا ان انا عايزة افايند الاندفيدو الوبجيكتس عايزة اشوف الوبجيكتس او الاشكال المختلفة اللي موجودة في الصورة طيب ازاي اعرف الاشكال المختلفة اللي موجودة في الصورة عندي طريقين حتى حتى وقتين هذا اللي ثالثة لهم يعني يا اما تمشي في طريق الديسكنتينيوتي او السيملارتي يعني عندك مثلا صورة عندك مثلا صورة زي كده مثلا اوكي يا اما تبص على ان اللون ده كله اقدر وكل اللي بعد كده مش اقدر يبقى انا بصيت على السيملارتي ان الريجون دي كلها شبه بعضها في اللون فانا هاخدها كأنه اوبجيكت واحد او التكتشر او وطفر او الانتنس تي لكن لو بصيت مثلا ان انا دلوقتي عندي هنا كنتورة او يعني بوضح كده ان البيكسل دي لونها هنا مثلا غمقه عندي او ان انا فيه اج هنا فيه اج موجود حوالين البتاع دي حوالين الورقة الشجر يبقى انا بصيت على الديسكنتونيوتي الديسكنتونيوتي اللي هو صد نتشينج يتغير مفاجئ في البيكسل او ظهور اج يبقى انا كده بدور على بسجمينت الوبجيكت بيزد على الاجس او الاحراف او الاطراف اللي موجودة في الصورة فطبعا واضح ان فيه ريجون زي كده او سوري اج موجودة حوالين الوبجيكت فانا ممكن اسيجمينت بناء على هذا فدي الترقين بتوع الترقين بتوع السيجمينتشن ديسكنتونيوتي او السيملارتي فالسيملارتي بتبقى نتيجة ان انا بتبدأ تبص على البيكسل او الكلر او التكتشر الديسكنتونيوتي ان انت ممكن تلاقي تغير مفاجئ حصل او اج ظهرت فده معنا ان انت ممكن اعمل سيجمينتشن بيزد على الديسكنتونيوتي يعني عدم تواصل يعني تحس ان هو في حاجة وبعدين ظهر حاجة تانية يعني اوبجيكت اللي هو مثلا ورد الشجر وبعدين في اوبجيكت حواليها هاتي حاجة تانية مش شبهها فبقول دسكنتونيوتي يعني طيب ايه الالجوريزم اللي ممكن استخدامه في الامل سيجمينتشن طبعا احنا عندنا ايه الامل سيجمينتشن فعندي طريقين ياما او الريجون بيزد او دسكنتونيوتي او الريجون بيزد او دسكنتونيوتي عندي طريقين ياما اعمل ادتكت الديسكنتونيوتي او ان انا بعد معمالتي ديكشن ممكن الاجس اللي جيلي ما تبقاش مرتبطة ببعض ممكن يبقى جايلي ان انا قلتلك ان ده اوبجيكت ده اوبجيكت تماما وانا واسا عاملها لك سايكل حواليها هو بس انا الاجس انا مش ربطها ببعض واضطر ان انا عمل في الاخر ان انا عايزة اوصل الحاجات دي ببعض سواء كتير سيركل او لاين او وطفر او عايزة اكونكت الاجس ببعضه او الاجس عشان اكون الاجس النهائي هدي فكرة الاج نهائيكيكنج عندي عشان اعمل اجنج عندي اما بستخدم اللوكا بروسيسينج ابروتش او الجلوبل وبالتالي بستخدم الافترانسفورم اا لو انا بعمل ريجون بايز السوملارتي عني ثلاث طرق اما سري شولتنج ريجون جروبنج وريجون سبلتنج فعندي اكترى من حاجه يعني نبص عليهم بالتفصيل كل حاجة في وقتها لو همسك اول حاجة ديسكنتينيوتي وعايزة بص على تيكشن أو ديسكنتينيوتي اللي هي رقم واحد دي ايه الحاجات اللي ممكن تظهر في الصورة بحيث تبين ان ما فيهش ان فيه ديسكنتينيوتي لو مسلا جالك صورة زي كده لو جالك مسلا صورة زي كده يعني هتلاحظ ان النقطة دي كده لونها ابيض او دي او دي يعني انا ممكن يبقى عندي البكسلز كلاشفة بعد انا مش فارق معاي حاجة بس لاحظت ان فيه نقطة غريبة كده فساعتها اقول ان فيه كأن فيه اتج هنا او كأن فيه نقطة مختلفة عن اللي حواليها فممكن يبقى الديسكنتونيوتي بناءا على الpoint ان انا اديتكت بوينت طبعا ممكن اديتكت لين وممكن اديتكت اتج خلينا بس واحدة واحدة نتكلم على ان انا عندي ثلاثة انواع من ان انا عندي بوينت او لين او اتج علشان اديتكت البوينت واللين والاتج بامشي بنفس الطريقة بيبقى عندي فيلتر معين فيلتر خاص بالتعاون مع النقط فيلتر خاص بالتعاون مع الائن فيلتر خاص بالتعاون مع الاج بتبدأ تطبق الفلتر ده على الامج اللي عندك بحيث طبعا بنقد ندرب ونجمع أسمع طبعا ان احنا خدنا الفيلترينج وعارفين يعني ايه ان انا بعمل يعني بحط الويندو ده حوالين البيكسل فاليو بحيث تبقى سنتر بتحولين البيكسل يعني مسلا لو عندي صورة زي كده خاليني مسلاً صورة زي كده وعندي فلتر فانا بجيب الفلتر بتاعي لو أنا انتريس بالبيكسل اللي هي 25 فبروح جايب الفلتر حطه حوالين Joseph البتاع دي البكسل بحيس يبقى全 wanting حوالين 25 يعني عندني مسلاً الفلتر بتاعك اسمه 8 تمانية والبقى كله سالب وحيد فيبقى تمانية وده السالب وحيد أقرب ده سالب وحيد وأتزرى بداف سالب وحيد تمام فبتجيب الفلتر وبتخلي سنتر تحولين البيكسل اللي انت مهتم بيها طبعا اللي احنا بنعمله ده انا ما بش حاجة اسمها بكسل مهتم بيها انا باعمل على الامج كلها يعني لو كان عايزة عم تطبع على الخمسة فاقول الخمسة وخلت واضربها في تمانية والباقي الريجون دي كلها بسلب وحيد طبعا فكرة ان انا اكون على الحرف دي ممكن اخلي الريجون كلها بسفور يعني ده كاسبيش الكيس بس في الريجون في البوردر يعني فانا هنا عندي بيبقى عندي ويندو او فلتر بطبقوا بقزة على ان انا عايزة بتكت ايه فعندي انواع فلترز كتير يعني وبعد ما بعمل فلترينج بيطلع لي ريسبونس او بيطلع لي ريزلت الريزلت دي بتبدأ تعمل لها سري شولدينج عشان يطلع لي في الاخر باينر ايمج او ايمج زيرو زوانز بس طبعا هيبان في الايه في السلايد الكاي لو انا مثلا عايزة اعمل بويند تكشن فده الفلتر ده مشهور للبويند تكشن بحيث يبقى هو كله سالب وحايد وجوه تمانية جنرال يعني ما باجي اعمل اي فلتر بيبقى لازم بتاع كل البيكسل دي يكون بيسوي زيرو بحيث طبعا عندك هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية بالسالب زي التمانية يديك زيرو وده طبعا علشان يعني ان الفلتر ما يقصرش قوي وان لو في حاجة تظهر يعني هي اللي يظهر تأثيرها يعني يعني انا مثلا لو كانت البيكسل بتاعتي كلها اسود وضربتها في الفلتر ده فهيطلع مش هيطلع لحاجة الريسبونس هيبقى زيرو لكن لو في اختلاف الريسبونس ده هيظهر يعني طيب ام فلو انا عايز اعمل فانا عندي الفلتر ده اللي هو في في نص ثمانية وبدخلو على الامج بتاعتي بطلع لناتج ده بعد كده بعمل سريشولدين سريشولدين يعني بقول ان بوستي كده على البيكسل فالوز دي لو لقيت البيكسل مثلا افرض انه نقطة البيضة دي 255 ابدأ اعمل بحس الـ 254 مثلا واقول ان انت لو لقيت الصور لو لقيت البيكسل عد على كل الروز وكل مزل في البيكسل لو لقيت ان البيكسل اكبر من 254 ابدأ بقى احطها ب1 غير كده احطها ب0 فيظهر لك ان في نقطة هنا غريبة في الصورة هي دي النقطة اللي فيها point addiction كمام ممكن ده يكون نويز ممكن يكون مكان حاجة معينة بتفرق يعني point addiction دي مش حاجة تفهي اوكي طيب ده طبعا مثال point detection ان انا عندي image 1 2 4 5 1 2 3 4 5 image 4 5 طبعا origin في الimage واخدها 4 5 وده الفلتر لو عارس طبق الفلتر على البيكسل رقم 25 مثلا فهتلاقي ان انا خليت التمانية على 25 وبعد كده كل القيم دي حوالي يعني هتلاقي ان فيه حاجات لجون حامرة كده ده اللي انا شغالة عليها دلوقتي هبدأ اعمل ايه اضرب السلب 1 في الاتنين والسلب 1 في ثلاثة والسلب 1 في اربعة والسلب 1 في اربعة والثمانية في خمسة وعشرين والسلب 1 في الاربعة والسلب 1 في الواحد والسلب 1 في الواحد والسلب 1 في الثلاثة هضرب وجمع اطلع الرقم ونفض مثلا 178 بعد كده عايزة مثلا اطبق نفس الفلتر على البيكسل دي اللي اسمها ثلاثة فالله يحسن انت هتقول سلب 1 في 1 سلب 1 في 1 سلب 1 في 3 سلب 1 في 1 8 في 3 سلب 1 في 2 سلب 1 في 1 سلب 1 في 6 سلب 1 في 6 اللي يقيم دي في الاخر هطلع لي 3 ففكرة 3 أو 178 الرقم ده بيبقى له معنا بحيث طبعا ان انا هنا عنده 3 كل البيكسلز اللي حوالي 3 قريبة منها شوي يعني فيه 1 وفيه 6 وفيه 2 وفيه 3 فالثلاثة دي رقم مش غريب وبالتالي الرسبونسي بتاعي عايزة يكون رقم صغير لكن الخمسة وعشرين لو بوضعت على بيكسلز دي حوالي مثلا اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة واحد الخمسة وعشرين دي رقم كبير فبالتالي الرسبونسي بتاعي عايزة يبقى كبير ممكن في الانكس تستبقى ان انا اعمل بحيث ان انا اقول دلوقتي عندي الامج الاصلية عملت لها يعني مثلا عندي حاجة زيك كده الامج الريزلت اوف لو انا مثلا ضربت وجمعت هنا مع المسك ده هيطلع لي امج التانية اربعة في خمسة ده خمسة ودي اربعة خلينا مثلا نرسمها كده واحد اثنين ثلاثة اربعة ودي خمسة البيكسل اللي هي خمسة وعشرين الريزبونسي بتاعها كان مية تمانية وسبعين فهي واحد سبعة تمانية البيكسل اللي هي ثلاثة اللي هي في المكان ده الريزبونسي بتاعها كان ثلاثة طبعا المفروض ان اجرب ده في البيكسلز دي كلها كل البيكسلز اللي حوالين يعني البيكسلز اللي فاضلة يعني اربعة في خمسة يعني عشرين بيكسل انا اجربتها في تو بيكسلز بس اللهم خمسة وشتلها اجربهم في كل ده الريزبونسي ماتركس اوكي بعد كده بقى بابدأ اطبق سريش ولدي على البيكسل دي بحيث ان اي قيمة يعني لو لو طبقتها على الامج كلها او كد طبقت الريسبونسي على الامج كلها كان هيظهر لي فيه قيم في الاماكن دي صح فانا بابتا اعمل thresholding على بعمل check كده على كل pixel value من ال values اللي طلعتلي واشوف مثلا خلي اقول ان لو ال response بتاعي كان اكبر من threshold اللي هو بحيث طبعا ال threshold ده بيساوي اصلا خلينا نقول 100 لو كان 100 خلي ال response ده يساوي 1 خلي ال response يساوي 1 معرفش اكبر من هخلي ال response في الماتريكس الجديدة بيساوي 1 فانا هنا الرقم اللي اسمه 178 ده كان اكبر من المية فحط 1 غير كده لو انا عايز اعمل ال else كل حاجة هتبقى 0 فهيظهر لي اما جرسم الصورة اللي هي فيها واحد وصفار كتيرة دي اللي انا بكتبها دلوقتي هيظهر لي ان فيه point كده كميتها بواحد والباقي كله اصفار والصورة دي اللي هي الماتريكس بتاع ال threshold دي بنسميها binary matrix يعني matrix كده بتقول لي فين مكان ال object بس اللي هو لو هيقبلنا معكها مثلا مكان الطائرة او مكان حاجة هي دي معنى يعني صورة ابيض و سود ما فيهاش غير مكان اللي ايه ال object اللي انا عايز اعمله segmentation اوكي ده معنى ال object point detection وايه هو الفلتر اللي بستخدمه ازاي لو فيه مثال اوه ويبطبق ازاي فكرة ال stretch welding يعني طيب اوه بعد كده ممكن ندخل على حاجة اسمها line detection اوه طيب ما يشوفه مسح كله اوه لو عايز اعمل line detection ال line عمتها لاما يكون line هوريزونتل لاما يكون line vertical او 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 بزاوية 45 يمين او 45 شمال او طبعا اكيد فيه lines تانية بزاوية مختلفة ولكن الفلترز المتاحة او اللي احنا نشرحها يعني اللي هو اربع فلترز بس بيديتكتو line اللي هو ال horizontal vertical ودياجونال سواء كان 45 درجة موجب او 45 درجة سالم اوكي اللي هو line ما يبقى كده او كده اا طبعا ال horizontal ده ان انت عندك هنا ال pixels دي زي ال pixels دي والاختلاف في النص هيدديك line اا وهنا برضو اللي هي دي خلنا بس دي في vertical انت عندك ده مول ده شبه ده والاختلاف في النص لو انت مثلا ده يا جون اللي يبقى زي ما الساهم عام كده هيبقى الاتنينات دي كلها هنا والباقي كله اا سلب سلب وحيد ولو كده فانت هتخلي الاتنينات كده والباقي كله سلب وحيد اا طبعا برضو الفلتر ده المصمشة متع بيكسل اللي فيه بتساوي 0 عندك سلب 1 سلب 1 سلب 1 سلب 1 سلب 1 سلب 3 يبقى سلب 6 ودول 222 سلب 6 عندي صورة وعايز تبقى فيها الفلتر بتاعي مثلا لو كل اللي هو الهوروزونتل والفيرتكال والمجابر 45 اطلعي كده ممكن بعد كده اعمل بحيس ان انا طلع البيكسل اللي هي 45 بس او الاتجل اللي هي او اللاين اللي عامل زاوية 45 بالسلب بس فدي حاجة ترجع لعني فدي معنى الاتجل الاتجل بقى فيه طبعا نوعين من الاتجل يعني اما يكون عندك الاتجل دي اصلا معناها يعني انا عندي هنا مسلا دق اسود ودر صوصي فاللي في النص دي اسمها اتج اتج يعني حافة او حرف حاجة موجودة ما بين حاجتين مختلفين او بعض عن بعض اما يكون عندك الاتجل ظهرة كده بحيس طبعا دي زيرو ودي وان او دي زيرو وديم جري او ان تبقى رامب رامب او اللي هو يعني حاجة كده ايه متدرجة ما بين الزيرو وما بين الوان وما بين الجري اللي في النص لو حبيت ارسم شكل بنسميه جري ليفل بروفيل للامج دي هيظهر لي حاجة زي كده ان انا عندي بيكسل فاليوز بقيم بس الحاجة اللي في النص دي حاجة ما بينهم يعني فده هيبقى شكل الجري ليفل بروفيل لو انت عندك حاجة تانية زي كده يبقى عندك دي صفار ودي وحايد او دي بالقيمة معينة وفي النص هتلاقي ان الدنيا مالها ميلة شوية كده بحيس ان متدرجة فهتلاحظ ان يعني ان ده بيميل بنفس القيم بتاعة الحاجات دي اوكي فده بس يعني ايه معنى او يعني ايه اتش وان عندي نوع من الاتش ممكن يبقى ان هي بيكسل فاليو بيكسل فاليو ويبقى بيين ان فيه اتش ما بينهم صريحة او ان الدنيا تبقى جري فيبقى ده شكل الاختلاف او الاتش يعني طبعا انا ممكن اعمل موديلينج بالطريقة دي ان هو انا خلاص عرفت ان هو ده ممكن اعمل بالفرس بحيس ان انا لو ده خط لو ده خط وعايز اجيب ميل الخط ده موديلينج يعني فرس دريفات هو اشتكاك المعادلة اه واي بيساوي اه مثلا اه واي خط مستقيم واي بيساوي اي اكس بلاس بي اعملت فرس دريفات في المعادلة دي هيديني ايه لان انا بشتك مثلا بالنسبة ال اكس فهيبقى كونستانت كونستانت هيتل حاجة زي كده اكي فهيديني هنا عندك عندك امسلا قليلة عندك بعد كده اه شبه بعضها انا بس هقول ان فيه ايه حصل كونستانت اه لان بتاع بيكون عبارة عن كونستانت اللي هو مسلا نسميه ايه طيب لو عايز اعمل لو حبيت اعمل للشكل ده هيطلع عليه حاجة زي كده بحيس طبعا كل البيكس ازا تبقى بنفس القيمة او نفس بس هبدأ اعمل حاجة اسمها زير يعني ان انت كنت صفر وبقيت حاجة او حاجة وبقيت صفر فصفر وبقيت حاجة هيبقى طلعت كده او حاجة وبقيت سوري او حاجة او مثلا مستالب وبقيت صفر ده اللي بيحصل ان انا مش هعمل حاجة زي كده بس انا يبقى عندي صورة هجب لها الفرس فهيقول لي الديفرينشيش العامل ازاي وجبن الفرس ده ابدأ ان انا اعرف ان انا كده عندي اجي ولا لا طبعا لو كان الفرس كان بزيرو ده معنا انه ما فيش اختلاف يعني البيكسل كلها شبه بعض لكن وانسي ان الفرس تبطليع لقيمة يعني كان فيه اجي في المنطقة دي طيب ده طبعا شكل الدنيا لو انا عندي صورة لو عندي صورة وجبت لها ده يبقى شكل طيب لو عندي صورة وحبت اجيب الفرس تريبات فيبقى شكل اعمل كده لو عندي صورة تانية وحبت اجيب لها يعني يعني دي هي رسم دي ودي هي رسم دي ودي هي رسم دي هيبقى اللي يقول انه انت عندك اسود وعندك ابيض في النص جري ده معنا انه انه عندك اسود وعندك اسود يخلي اسود ده يخلي اسود عادي لانه بيقول لك ان دول شبه وعد ودول شبه بعض فانا اهم حاجة عندي في النص لها الاج فهيبدأ يظهر الاج لو حصل وكنت لعبت في الصورة بتاعتك وعملت عليها نويز فالفرس تريباتيب هيأثر هي مش هيبقى واضح وكذلك ده معناه ان الاج تيكشن بيستطيم بيعتبر سنستيبل النويز طيب خلينا بس نشوف حاجة حاجة لو انا عايزة اجيب الفرس دريباتيب في الفرس دريباتيب في امج بحيس ان انا ادتكت الاج في الاخر اللي بيحصل ايه بتهل اكيد في مثال طبعا خلينا بس واحدة واحدة بنبدأ نجيب حاجة اسمها جي وف اكس وجي وف وي يعني اجي وف اكس يعني بتبدأ تجيب كل الاجز في اتجاه الاجز وكل الاجز في اتجاه الواي وبعد كده بتجيب الماكنتيود اللي القيمة دي اللي هي بتبقى عبارة عن ال未 isc وبعد كده ممكن تجيب ال دا ال ممكن يبقى يبقى و هنلاحظ ان ال دي اعتبر عمودي على هيبقى الـ دايريكشن عمودي على بتاع الـ يعني لو عايز تجيب لو عايز تجيب الـ في حالة الـ هتطبق ام لو عايز تجيب الـ في حالة الـ هتطبق فيلتر هورزونتل يعني ده المعنى يعني فإيه اللي أنا بقوله تاني إن أنا دلوقتي عايزة أطبق أعمل Edge Detection فالEdge هي عبارة عن Set of Connected Pixels like a boundary of two regions عشان أظهر الEdge ممكن أطبق حاجة زي كده أو حاجة زي كده يعني إن أنا ممكن قصدي يكون قصدي نوعي من الEdge اللي هو حاجات شبه بعض أو حاجات في تدريج اللي شبه بعض هزهره كده والتدريج هزهره كده عايزة مش مجرد يبقى كلام عايزة أعملوك بالماس أو أو أن أنا أبدأ أمبلمينت بفلتر معين فبيقولك لو عرفت تجيب فلتر بيحاكي هتلاقي إن ده يفيدك جداً في فكرة الEdge إن أنت يبقى عندك القيم اللي هنا هي شبه بعض والقيم اللي هنا هي شبه بعض فأنا هموديل دي بإنها زيرو وموديل دي إنها زيرو لكن المنطقة اللي فيها Edge أو اختلاف هي اللي هعمل لها موديل نجيب الفرس دريفاتف يعني هجيب الاشتقاق بتاع اللاين ده اللي هو يطلع ليكون سنتم معين طيب بنجيب الفرس دريفاتف إزاي ما بتجيبش الفرس دريفاتف في الاتجاه الاكس بس بتجيب الفرس دريفاتف في اتجاه الاكس واتجاه الواي خلنا بس نشوف كده طبعاً الفلترز اللي بتنفس فكرة Edge Detection في حالة الاكس أو الواي أو او او الاتجي عن مثل هم ثلاث أنواع روبرت وبروت وصوبل البروت اللي هو بيبقى بالمنظر طبع عندك سلب وحايد وين وحايد وفي النصص صفار او ده لو في الهوريزونتا طب لو عندك سلب وحايد وحايد صفار السبل صفار سلب واحد سلب اثنين سلب واحد او واحد اثنين واحد والعكس لو كنت Vertical طيب الروبر طبعاً بالمنظر ده سلب واحد واحد صفرين وده صفرين واحد سلب واحد هل في بروت اللي بيممكن يطلع لي الاتجيز اللي هي دياجونال ايه في ممكن تلاقي حاجة زي كده الاسفار كده وهنا موجب وحايد وهنا سلب واحد وهنا ممكن تلاقي وحايد وهنا موجب واحد سلب واحد هل فيه السبل ماسك حاجات بتجيب الاتجيز ايه لو حاطة صفار هنا وهنا واحد اثنين واحد ودي برضو كده او ان تحط الصفار كده وتحكس طيب خلينا بس نشوف مثال كده او حاجة لو انا عندي صورة وجد طبقت عليها والنفرض مثلا السبل ماسك في حالة الماسك ده دلوقتي انا سبل ممكن اطبق ده او ده الهوريزونتل والفيرتك الهوريزونتل والفيرتك فلا ماشي يعني ايه طبعا عارف نعني اي اطبق ان انا عدي الفيرتر ده على كل البيكسل اللي موجود عندي في الصورة بحيث ان فكل مرة بخلي متعلanga الفيرتر على البيكسل حاليا لو انا طبقت السبل بحيث ان انا طبق الهوريزونتل ماسك هيظهر لي كده هيظهر لي انت cafeter لمشاهeye الحاجات اللي هي الهوريزونتل دي كده الخطوط دي الاشت اطبق السوب الماسك في حالة الهوريزونتا الفيرتكل هيبقى يدين الخطوط دي الخطوط اللي هي ايه كده طبعا لو ده ماكتل اتنين دون ما بعد هديني السورة دي آآ فينفع اطبق سوب الماسك في حالة الهوريزونتا والفيرتكل وقدمجهم مع بعض بس ده هيبقى الاود بطي لو حبيت اطبق يعني ديةقونال هيبقى بالمنظر ده هزهرلي حاجات ماكتش ازهرها في الابتالي آآ طيب يعني يعني مثلا هنا ما كانش في الحتة دي كده فيه اج بس مالها بس بس مائلة فهو ما ظهره ليش هنا ولا هنا لكن هنا ظهرت الاجز تظهرت ايه اوكي اا فده دي فكرة انت ممكن تطبق كله يعني ممكن تطبق الصوبة في الهوريزونتال والفرتكال والاجز سواء كان 45 او سالة 45 اللي هو اا كده ممكن تطلع لك تكمبين كل الاربع بيكس الاربع فلترز مع بعض النتج بتاع حياني فاللي بيحصل ايه بقى ان انت بتضطر تطبق الصوبة الماسك مثلا في حالة الوريزونتال يعني العاية دي ان انت بتطبق في الاثنين خلنا بس ناخد مثلا كده من الاول الاخر لو انا عندي اميج ونفرض ان هي عبارة عن 3 في 4 اميج دي صغيرة اتطبق عليها صوبة الماسك بهدف طبعا ان انا اعمل اسمه صوبة الاجز تكشن هتعمل ايه هيقولك لو سمحتها هاتل الديلت اكس دلت اكس يعني هتعمل آآ 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 سوب الماسك طبعا انا عايزي جيب الاج في اتجاه الاجز فاروحت اتطبقت الفيرتيكال سوب الماسك المهم يعني هيطبق الفلتر ده على دي خلنا مثلا مسكت البيكسر رقم 8 ودي كاته الريجون بتاعة الفلتر هي سالب 1 سالب 2 سالب 1 يعني سالب 1 في 3 سالب 2 في 10 ولا 1 ولا 0 يعني سالب 2 في 0 سالب 2 في 0 سالب 1 في 6 زائد 5 في 1 2 في 1 1 في 1 ودي كلها صفار 1 في 0 8 في 0 7 هيديني مثلا ايه سالب 1 تمام كده طيب اطبق اجيب الديلتا وي يعني اسمها ايه ال vertical edge يبقى اطبق الهوريزونتا 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 اللي هو ده لان طبعا انا عارفة ان الهوريزونتا بتبقى عمودية على ال direction بتاع differentiation او ال الاشتكوك يعني فده الاشتكوك في حالة الهوريزونتا بجيبه عشان عارف اجيب الديلتا وي فالديلت طويلة ومسيتها على البيكسل بتاع التمانية دي سلب 1 سلب 2 سلب 1 يبقى انا هضرب دي في سلب 1 سلب 2 سلب 1 اللي هي 3 3 في سلب 1 سلب 2 يعني سلب 1 1 في سلب 2 سلب 2 5 في سلب 1 هتبقى سلب 5 زائد 00 زائد الستة والسبعة والواحد بس 6 زائد 1 هتبقى 14 لان انا بضرب ال 1 2 1 هتطلعلي في اخر 11 طبعا دلوقتي البيكسل اللي هي 8 جبت لها الديلتا اكس والديلتا وي الطبيعي طبعا ان انا اقرر البروشيس دي على كل البيكسل بحيس تصارلي حاجة زي كده الديلتا اكس كلها والديلتا اي كلها وطبعا دي كانت بتاع البيكسل رقم 8 والديلتا اي جبت دلتا وديلتا اكس لكل دلتا اكس وديلتا واي بتبدأ تجيب الماجنيتوذ اللي هو عبارة عن سكوير روت بتاع دلتا اكس زي دلتا واي هتطلع لك رقم هتكون الماتريكس بقى كلها طبعا بالنسبة للثمانية كانت 15 و400 هتطبق على البيكسلز كلها وبعدين انا كده طبقت السوب الماسك في حالة البرتكل وفي حالة الريزونتل وجبت دلتا اف اللي هي عبارة عن الاثنين مع بعض يعني السوب المع مش عارف ايه فهعمل ايه ابدأ بعد كده اعمل سريشولدنج سريشولدنج يعني ابدأ تشوف الفالوز اللي عندك دي عايزة حط سريشولد يعني فكرة سريشولد دي ان انا عايزة حول الاملز اللي جالي من جري لبايناري بحيث ان انا اقول لك وده ما كان الوبشيكت واي حاجة تانية بالنسبة لي مش مهم زي مثال ورية الشجر كده او مثال الطقر بس الفكرة كلها ان سريشولد ده بحديده ازاي طبعا ده موضوع لوحده ده ممكن يبقى محاضرة لوحده ازاي بحدي بتاعة بس بس يعني بيبقى عندك خلينا مسلا لو انا مديه لك في المسألة بتسوي اتناشر يبقى اي بيكسل هنا اكبر من الاتناشر احطها بواحد صح كده اي سريشولد اكبر من اي فاليو اكبر من السريشولد خلينا بواحد دي يعني واحد دي واحد دي واحد دي واحد لان اكبر من اتناشر دي واحد واحد دي هتبقى بصفر واحد 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 يعني يقول لي وان سفر يعني اه ايه السفر دي اللي هي اتناشر اه هو اكبر من الاتناشر ولا بيساوي اتناشر اقول من الاسواء اتناشر مش عارفة ليه ممكن يكون اكبر من الاتناشر ورون دي مسلا فده معنى في حالة طب لو عايزة اجيب في حالة زي ما نقولتي كده ان لو انا كان عندي هنا عندي ريجون بالمنظر ده خليني هنا لو عندي ريجون بالمنظر ده وقبت لها فيبقى كده لو قبت لها فاضي مسلا او حاجة لان ده شكل اللي هو كان اسود رصاصي خليني نقول اسود ابيض رصاصي هتبقى بالنسبالي اسود رصاصي طيب لو عايزة جيب كلها اسود او كلها بالنسبالي زي بعض فكرة كلها ان يحصل زي في بداية ونهايتها بس بدايتها ونهايتها يعني دي هتبقى صفر دي هتنزل تحت تبقى صفر والبداية والنهاية دول هما اللي بس هيبقى عندهم الاتج او هصل لها زي لو كروسنج فهتبق لو حبيت اطبق الساكن دريفاتف على البيكسي اللي عندي او الامج اللي عندي بحتاج طبعا فلتر ففيه فلتر معين طبعا اكيد لو بروف يعني لتعامل مع ساكن دريفاتف اسمه لابلاسيان ممكن يبقى شكله كده ممكن يبقى شكله كده يعني ممكن يبقى اسمه اربعة وحواليه سالب وحايد والروك كورنرز بسفار او انه تمانية ويبقى كله سالب وحايد يعني الفلتر اللي بعمل بيه بوينت تكشن هو الفلتر اللي اعمل بيه اجي تكشن اا وهيبقى اسمه لابلاسيان طيب لان انا اصلا ببقى عايز اعمل زيرو كروسنج يعني النقطة اللي حصل عندها كروسنج فبديه عادي لما يكون نفس الفلتر يعني طيب اوكي بيحصل بقى ايه اللي انا بقوله zero crossing دي او ان انا اعملها ازاي كمثال يعني يعني انا اعرفت من من second derivative ان هيحصل لو طبقت second derivative على first derivative هيجي لدى نقطتين بس بيعبروا عن بداية الage ونهيتها ويظهروا لي كنقطة فانا اعملها ازاي كمسألة وحل يعني انت هيبقى عندك filter هتعديه على الصورة وهيطلع لك values ال values دي بقى بعد كده بتطلع منها output تاني بيبقى نتيجة zero crossing ان انت بتشوف البكسل اللي عندك اللي فوقها وتحتها شبها بعض يعني ده موجب وده موجب خلاص يبقى ما حصلش zero crossing ده موجب وده موجب ما حصلش zero crossing ده موجب وده موجب ما حصلش ده موجب ده موجب ما حصلش يعني اي واحدة من يعني باختصار كل مش باختصار يعني الى حد ما كل ده لازم يكون ده كل ده بيحدد zero crossing يعني معلش كده تاني دول ودول ودول مع بعض يعني ودول كله بيحدد اذا كان حصلك zero crossing ولا انا شايف احنا انت مثال احسن عشان بس يعني مثلا لو عندي جزء من الامج بالمنظر ده وعلي طبق عليها فيما معناه ان انا بيطبق انا ممكن اقول لك طبقه لل second derivative edge detection فانت لو انت عايز ايه ايه ايبقى انا عايز اطبق اللي بلاسيان او اطبق اللي بلاسيان فيلتر طيب بالله يحسن ان انا يكون عندي الامج نفسها وهذه الفلتر اخترت اي واحد من الاربعة او من تمانية اللي هو السنتر بتاعه تمانية وابتاق طبعا ااخد اول بيكسل بتاعتي خليني مثلا ااخد البيكسل دي ووضي معايا الفلتر فلو انا معايا الفلتر ده فانا عايز اخلي التمانية دي بس انترد على ده فهعمل كده صح جده وهلاقي اني حط هنا صفار مسلا هنا صفار هنا صفار تمام كده وابدأ بقى اضرب وجمع لو ضربت الاماكن انت ما عملهاش لازمة لانهي هنا صفار وهنا صفار فهنا صفار وهنا صفار فهبدأ بس ان انا اضرب وجمع في الكيم دي بس وهنا هي الكيم دي اوكي فتمانية في اتنين بسطاشر ناقص ثلاثة في ثلاثة في ثالثة في سالب واحد يعني ستاشر ناقص ثلاثة ستاشر ناقص ثلاثة traptasher بعدين ستة هضربها في السلب واحد ستة في سالب واحد بسالب ستة يبقى 13-6 هيديني 7 فدي شكل هاي بنسميه response matrix انا طبقت الفلتر عماتريكس الاصلية بداني الماتريكس دي ده response matrix بعد كده باب ابدأ اعمل حاجة اللي هي الماتريكس بتاعة zero crossing يعني ابدأ امسك كل بيكسل واقول انت حصلك zero crossing ولا لا من حد ازاي ان انت ان انا حصلي crossing ان انا ببدأ اقارن البيكسل اللي انا فيها ونفرط مثلا دي اشوف ده موجب وده موجب خلاص بما حصلت zero crossing ده موجب وده موجب اه يبقى محصلت zero crossing ده موجب وده موجب اه محصلش ده موجب وده موجب لا خلاص يبقى البيكسل اللي اسمها 38 دي مكانها خلينا مثلا نقوله ده كام 4 في 3 طيب البيكسل 38 دي هشيلا بحط بده لها واحد واحد يعني ايه؟ يعني حصل ان فيه two pixels في الريجون بتاعه 38 كان حصل لها زيكو crossing او ما كانتش شبه التاني في الاشارة يعني كانوا واحدة فيهم بالموجب واحدة فيهم السابق طيب خليني مسلا ناخد البيكسل اللي اسم 39 اه وبصي كده لاقي ان ده 29 ده 29 موجب اه خلينا مسلا ناخد اه السابعة والسلب 9 مختلفين في الاشارة يبقى حط واحد تمام طيب يعني كده خلاص كررت بس خلاص نتأكد ان هنا برضو لايه ده ايه؟ ده مختلف هلاقي ايه ده برضو مختلف ف39 دي على طول نمسح ازاي؟ نمسح كده لو انا بقى عايزة اخد بكسل من على الحرف اه وانا اصلا عارفة ان الحرف ده مفهوش مالوش طيب عايزة شبه زيرو كروسينج على السابعة مسلا اوكي؟ فانا ببقى عايزة بص على السابعة بص على السابعة واللي حواليه السابعة وديه اوكي؟ طيب اتنين وتلاتين واللي فوقها سابعة سالب بش عارفة كام واللي فوقها فلو كنت فرضى ان كل اللي هنا ده زيروس بلو قلت بقى اخد الريجين حوالين دي هتبقى كلها سفار عشان ايه بالزبط فدي سفر ودي سفر ودي سفر ودي سفر لو افترضنا ان السفر مجب فانا عندي السابعة والسفر تمام ما حصل زيرو كروسينج الاثنين وتلاتين والسفر مفيش مشكلة السفر والسفر مفيش مشكلة الفكرة بقى في سالب ثلاثي سالب ثمانية وتلاتين وصفر حصل كروسينج لو جربت اعمل كده في كل البكسل زي على الحرفة هتلاقيها كلها وحيد فده شكل الماتريكس عندي كلها وحيد معارفش بقى يعني ادي سؤال سهل يعني 얘 ايه ولا ايه بالصدفة بس ايه المهم ده معنى ال second derivative او الغلوس ان فيلتر او الغلو كروسينج طيب ده اللي موجود ده الناتج ده الناتج لما طبقت الفلتر على الماتريكس او الامج فده الريسبونس ماتريكس وده الزيرو كروسينج ماتريكس في بعض المشاكل اللي هي انه يعتبر زي ما شفنا لما ضفت النويز على الصورة البروفايل تغير وين ساكن دريفتي بتغير تغير جامد يعني فيعتبر الابلاسيان ماله sensitively noise فالمفروض ان انا اعمل ايه المفروض ان اطبق فلتر الاول بيعمل blurring الامج او ان هو بيعمل مش blurring بيوضح الصورة اكتر خلينا مثلا اطبق gauzean noise gauzean filter وبعدين اطبق لابلاسيان filter لان انا اطبق gauzean وبعدين الابلاسيان يبقى اسمها لابلاسيان وبجاوسيان يعني الفلتر ده هيبقى اسمها لابلاسيان وبجاوسيان دي بيطلع على الابوت الابوت بقى هو اللي بعمل عليه الابلسين ما بعملش الابلسين على الامج الاصلي طبعا دي لها معادلة وبتاع بس طبعا فيه فلتر كويس جدا بيعمل نفسي يعني بيعمل الابلسين وبيعمل الجوسين وبعدين الابلسين في الفلتر ده على طوب بتقدر بقى انت عندك image بتطبع على الماسك وبعدين بيطلع لك response وبعدين بتعمل zero crossing matrix ده الاجتاكشن using log او البلسين وفي جوسين عشان هو بيكون سيرسفل نويز ببقى عايز نتصرف في فكرة النويز الاولى وان انا حاسن النويز طيب ده طبعا من شكل الامج الاصلي ده نتيجة السوبل ده نتيجة zero crossing هنلاحظ ان zero crossing of zero crossing of البلسين والجوسين او فكرة second derivative نفسها يعتبر بتدي تفاصيل كتيرة يعني السوبل او بيديك edges لكن البلسين والجوسين او second derivative filter بيدي تفاصيل كتيرة ده ميزة ممكن يكون في حد حابب يعرف تفاصيل في الصور يعني طبعا ده بس كان الامج سيجمنتيشن يعني ايه امج سيجمنتيشن وبنستدام في اي مرحلة وبكرر بس ده على ايه ولو حبيت اخد اول الغوريزم طبعا دي كان شكل اشكال شكل او بتاع السيجمنتيشن لو عندي algorithm عندي خدت فاضل وطبعا البرت الثلاثة هيبقى عبارة عن كلمنا وخدنا بلنا ان خسادنة خسادنة لازم بالاخر بتعمل عشان تحصل على بيحصل الدنيا زي بتحصل انت بتجيب فلتر بتضرب وتجمع عشان تطلع أوبط أو وبعدين بتعمل ده شكل الفلتر بتاع البوينت وبعدين عندنا اربع فلتر الثانين تبع اللاين اللي هو البرتكال وخمسة واربعين بعدين لو عايز اجيب عندي في الفلس عندي البروت والسبل والروبرت والبروت والسبل في السبل الوريزونتل وفيرتكال وده هوريزونتل وفيرتكال وده برضو وفي البروت في منه البروت والسبل في منه دياجونال سواء كان 45 أسهل وكذلك السبل بس ممكن تطبق على الامج نفسها اكتر من ماسك يعني السبل زائد السبل هوريزونتل زائد السبل دياجونال ممكن يديك نتيجة كويسة لو جربنا مثال ما فيش حاجة غير ان انا باضطر اجيب اه باضطر اجيب الوريزونتل واجيب البروت كامل طيب اه وبعمل برضو ايه سري شولدنج احنا عملنا سري شولدنج دي في الفلتر ما عملناش في السكند ريفتب بس هو المفروطة عمل يعني جبل اللي هو الدني اه سري شلد فالي طبعا دي شكل الفلتر زي بالسكند ريفتب اللي هي بكون في السنتر 4 أو 8 اه لو عايز اطبق بقى احل مشكلة اللابلاسيان بجاوسيان احل مشكلة اللابلاسيان في انه بطبق الجاوسيان الاول وفي الاخر بطلع لفلتر اسمه ميكسيكان هات فونكشن ميكسيكان هات فونكشن دي هو فلتر عامل زي كده سنتر بتاع 16 وبعدين هنا في الكورنر سلب 2 سلب 2 سلب 2 والده هنا سلب 1 سلب 1 سلب 1 سلب 1 والمانطقة دي هم يعني بيبقى رقم كبير بيتغير بالتدريك وهنا بيتغير بالتدريك وده بالتدريك كي بعدAST الفلتر وده طبعا الفرق ما بينهم وإن ممكن هو ييطلع أو الفرق بين السبل واللابلاسيان وكاوسيان إن ده بيدي تزيلز ده مش بيدي تزيلز بس هتنين ممكن نعمله باينرا يعني ويعني طلعنا نتيج تمام خالينا يتقابل مرة كافي مخضر كاي